بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد رحمة الله العالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبارك في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم بكل خير جمعة مباركة سعيدة عليكم وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مشارق الأرض ومغربها بإذن الله أغصيكم ونفسي بكسرة الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال أكسروا من الصلاة والسلام علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلتكم معروضة علي وقال صلى الله عليه وسلم أكسروا من الصلاة والسلام علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر فإنني أسمع الصلاة بأذني ورد السلام بلساني وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد السلام عليه وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى علي في ليلة الجمعة أو قال في يوم الجمعة من صلى علي مئة مرة يعني في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة قضى الله له مئة حاجة سلسون من حوائج الدنيا وسبعين من حوائج الأخيرة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع صورة أستجدة وسرها الخطير والعجيب والعظيم والرائع سرها في شهر رمضان المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان وأيضا لها سر عظيم في أي يوم آخر بخلاف شهر رمضان سرها دائم يعني فيديو دي اللي نشوف أي وقت من حياته طبقه دائم في رمضان وفي غير رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى عشان تسمع أخبار سعيدة اللي يقراها بعض هذه الطريقة إن شاء الله بإذن الله ربنا يكريمه بأخبار سعيدة من أول يوم بأ بإذن الله وأن رزقنا الله بمال كثير ورزق وفير من أول يوم بإذن الله بإذن الله بإذن الله وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى برزق ومال من حيثه لا نحتسب وأن يأتينا المال والرزق من كل مكان حتى باب منزلنا يأتينا حتى باب منزل بأمر الله وبإذن الله لمن وثق في الله طبعا بأن الله يقول شيء قدير أن ربنا يفتح لنا جميع أبواب الرزق بكل أنواعها جلب المال جلب الرزق الواسع من خزائن الله الواسعة من أول يوم وكل يوم بدون كد أو تعب أو نصب بإذن الله بإذن الله يعني ملك هيكتر بإذن الله كامل وإن شاء الله بإذن الله تدوم علينا النعم ونشكر الله عليها ونالي المعجزات والفتحات وكمان إن شاء الله لنالي الزواج السريع العاجل والصراء والغنى والوفرة والوظيفة والصفر والحمل والنجاح والتفوق في جمع المراحلة التعلمية والدراسية على الدراجات والتقديرات وكمان بإذن الله عشان نحصل بسر سورة السجدة على جلب الحبيب جلب الزوج جلب الخطيب جلب الغائب بما يرضي الله وبما يرضي رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نسترد الحقوق والأموال المسلوبة والحقوق المسلوبة والأموال المسلوبة والأموال المنهوبة وأن يسهل الله لنا بايع المنزل أو السكن المملوك لنا وأن يسهل الله لنا شراء منزل جديد حتى لو كنا فقراء وأن يسهل لنا سجد الديون مهما كانت كالجبال وإن يرزقنا الله بسر سورة السجدة تسخير كل شيء في الكون لقضاء حوائجنا وتسهيل أي أمر عسير ويرزقنا الله النصر على العداء والظالمين في جميع أنحاء العالم وينصرنا الله نصرا سريعا عاجلا ويرزقنا تحقيق ما نظنه مستحيلا لأي أمر في حياتنا من أول يوم بإذن الله رب العالمين إن شاء الله بإذن الله نقرأ سورة السجدة بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا وهي بعد صلاة ركعتين بإذن الواحد الأحد ونحن في دجال قبلة نعلم أنه أننا سنقرأ سورة السجدة لكل ما ذكرته من قليل منذ قليل وأكثر كمان حتى لو تزوج كمان فيه نويته يا رب قرأت سورة السجدة بينهي كذا وكذا وكذا ثم تبدأ في القراءة بالاستعز بالله من الشيطان الرجيم والبسملة ثم تقرأ سورة السجدة سلاس مرات متتالية وهي التي تبدأ بقولها سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نقرأ السورة سلاس مرات متتالية وكل مرة نوصل فيها لاستجدة سنركزوا معي كل مرة نوصل فيها لاستجدة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون نسجد في تجاه القبلة ثم نقول سبحان الله وبحمده مرة واحدة هنقول إيه في السجود سبحان الله وبحمده مرة واحدة ثم نقوم من السجود من السجود ونكمل قراءة السورة مرة وفي كل مرة نكرر السجدة وسبحان الله وبحمده مرة وهكذا في السلس مرات وبعد ننتهى من قراءة سورة السجدة بإذن الله يعني وصلنا لنهاية السورة عند الآية الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الآية رقم سلاسين بعدها مباشرة نستغفر الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى نستغفر الله أستغفر الله العظيم سبعين مرة استغفر الله العظيم بعد نهاية السورة هنا استغفر الله العظيم سبعين مرة ثم الصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبعين مرة اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الصلاة النبي صلى الله سلم تقول يا عالم الغيب يا رحيم ارزقني كذا وكذا وكذا وأعطني كذا ويستدي كذا ووفقني الكذا ودعب ونجحني في كذا وحببني في كذا وزخر لي كذا يا عالم الغيب والشهادة يا عزيزو يا رحيم اعطني كذا وأعطني كذا وأعطني كذا تمام يعني بسأل ربنا سبحانه وتعالى ياطيني من فضله وبختن بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات بصلى عن النبي عليه الصلاة والسلام ايه سبع مرات متلع وبإذن الله سبحانه وتعالى هنشوف النتائج العجيبة من أول يوم وأخبار سعيدة هجيلك وانت في مكانك بإذن الله لمن وثق في الله وأحسن الظن في الله وتنفع فيه الأعذار بإذن الله سبحانه وتعالى واللي ما يلحقش يقرأها يوم الجمعة الثالثة من شهر رمضان يقرأها في ليلة السبت يقرأها في يوم السبت يقرأها في يوم الأحد في أي وقت من شهر رمضان عفوا في أي وقت من شهر رمضان المبارك بإذن الله واللي عايز بإذن الله يقرأها في أي ايوم العمر وهي مدتها يوم واحد واللي عايز يستمر عليها يستمر عليها كل يوم لو هو عايز واللي عايز يعملها يوم الجمعة يعملها يوم الجمعة مرة واحدة في أسبوع كل جمعة إن شاء الله بإذن الله والكل هي دائري والكل هي فرحة إن شاء الله بإذن الله وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم السعادة والفرح والعناء ورحة القلب والبال وصوم مقولا وإفطارا شهيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته